كلهم يحسنونا في المناعة متاعنا إيه سيختوا يدفيونا في الشتاء أول حاجة لازمكم تعملوها إنكم تركزوا على الخضروات الليلونهم برتقالي نعم الليلونهم برتقالي هنا نحكيو على القراءة الأورانجي نحكيو على سفنيريا نحكيو على البطاطا الحلوة إكسترا إكسترا وعلى الخضرة هذية على خاطرها بيها برشا فيتامين A وهو معروف بخساء سؤال مضادة للعدوى ويوصيوا بيها خبراء التغذية ولازمكم تاكلوا الخضرة هذية الشتوية على خطرها مصدر للدهون اللي يمتصها لبدن بشكل جيد على سبيل المثال كيما قلت لكم القراءة المحمص مع زيت الزيتونة والزعتر كيف كيف زيدا؟ لازم تخلي الحمضيات كي نحكيو على الحمضيات نحكيو على الكل تخليهم هما صديقك المقرب في الاشتاء الفوكه الشتوية هي بامتياز نحكيو على الحمضيات كيما الكليمانتين كيما الليمون كيما البوركدين المدالينا كلهم فيهم فيتامين C وهو من المغذيات الدقيقة المفيدة جدا في الوقاية من الأمراض إضافة زيدا العسير الليمون وتجمو تاخذوا معاها بيانسور كيستي صباحي وهذا علاج ممتاز للأنفلونزا والكحاول يبدأ صدره متقلق كيف كيف التشئوا للمنتجات المخمرة اللي فيها الميكروبيت المعاوية هي بيها برشا بليتو للميكروبيت المعاوية وهي اسمها البكتيريا الجيدة اللي نلقاها في المعدة بتاعنا وعندها تأثير على جهاز المناعة في فصل اشتي وخبراء كيما قلت لكم التغذية ينصحوا بيهم واللي نلقاها في الملفوف المخمر نلقاها زيدة فيها كاس حين روز وإلا مقارونا كيف كيف الشامبينيون تجمو تدخلوه في نظامكم الغذائي بشرط انه يكون طازج معناه موش شكل كونسرفي موش في الحكوك تاخذوه الفرشك وخطره يحتوي على بتاء جلوكان والسكريات اللي تعزز جهاز المناعة بشكل غير مباشر عن طريق التغذية الكائنات الحية في المعدة ويوصيوا به كيما قد لكم زيدة خصائي التغذية بشكل خاص تجم تاكله هو ودخله للي بلا متاع كلك سواف فوق الحمى كمع السوس متاع ولا حتى مع اللي بات تجم تحطه وتجم تستمتع به وبالمنافع متاع وكانت هذي صحتك في صحبك صحتك في صحبك